عندما أدت دكتورئيا رغبته في اعتناق الإسلام معلنا الشهادة أمام الملأ وأن الدكتور إيان وهو خبير في الاقتصاد أن رحلة العمل إلى لبنان سيتخللها موعد غير مدرج على جدول أعماله موعد شاء الله أن يكون نقطة التحول لدى هذا الرجل وأن يكون هذا الموعد السبب في انتشاله من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان هذا هو قد ممتعاً لأنني أصبح كذلك وقبل أن أجب أن أعطاق معي وقبل أن أعطاق المية لتحدث في المسلمات الكفر وقبل أن أعطاق المشارك في المسلمات لذلك 10 years, that there were tenets of another religion, namely Islam, which fitted my personal beliefs much better than my Christian heritage. And the more I read about Islam, the more I realized I didn't have any problem with the tenets of Islam. And when we were in Lebanon, we met Suri, and he answered all of the questions from the point of view of an intercomparative viewpoint of religious theology. And the more I became convinced about Islam and becoming Muslim. And we moved ahead. So at that point, I became Muslim. And I'm very pleased that I've finally taken the step. لم ينتهي عمل ساري في اعتناق الدكتورئيا الاسلام. بل يمكننا القول بأن عمله الفعلي قد بدأ الآن. وهو تعريف هذا المسلم الجديد على العبادات وكيفية تأديتها. ومساعدته للقيام بها. إضافة إلى الاهتمام.